عندنا أخبار كتيرة جدا وعندنا كواليس كتيرة جدا لكن حاجة مع حضراتكم ونشوف الصحف العالمية والصحف العالمية قالت ايه في المحترف تعالوا نبدأ النهاردة الصحف العالمية بصحف أسبانيا تحديدة صحيفة مركة الأسبانية اللي ركزت على تأهل فيا ريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكبير في إياب دور 16 على ليفينتوس بثلاث أهداف للا شيء وكتبت تاريخي طبعا ده شيء تاريخي هاستريك طبعا فوز كبير وفوز تاريخي لفيا ريال على اليوفينتوس النادي العريق كمان الصحيفة تحدثت عن لقاءات الأندية الأسبانية في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء جلاتة سراي وبرشلونا عبارة عن اختبار اختبار ناري اختبار ناري لبرشلونا قبل طبعا زيارة سانتي برنبيو وطبعا الكلاسيكو اللي كل الناس مرتقباء أمام برشلونا وريال مدريد في الأسبوع القادم أو الجولة القادمة من الدوري الأسباني وكمان كتبت عن لقاء فرانفوت وريال بيتيس وكتبت بيتيس مطلب بيرمونتادة أو مطالب بيرمونتادة في ألمانيا حضركوا عارفين ان كمان وستهام يونيتد وإشباليا وطبعا كتبت التأهل لربع النهائي أولوية لإشباليا الصحيفة تمت كمان بتصريحات كارلوس أنشولوتي طبعا المدير الفني لريال مدريد حول الكلاسيكو وكتبت الكلاسيكو نهائي جدا طبعا نهائي جدا حضرتكم عارفين أمامية الكلاسيكو ويمكن بشكل كبير يمكن كل الناس بتكلم أنه خلاص الدوري الأسباني هو دوري للملكي ريال مدريد طيب صحيفة سبورت ركزت على لقاء جلاتة سرايو برشلونا في طبعا دور الاياب دور الستاشر للدوري الأوروبي وكتبت للفوز كمان تحدثت عن لقاءي انتللقت فرانكبوت وريال بيتس ووستيام يونيتد مع إشباليا وكتبت ريال بيتس من أجل معجزة في ألمانيا وإشباليا من أجل الحفاظ على التقدم الصحيفة تمت بتأهل فيا ريال في نهاية طبعا دور أبطال أوروبا على حساب يوفينتوس بعد الفوز 3-0 وفي إياب دور الستاشر وكمان تأهل تشيلسي على حساب ليل الفرنسي وكتبت فيا ريال يحقق الإنجاز في تورينو ويتأهل لربع النهائي وتشيلسي لم يترك أي حظ لفريق ليل الفرنسي منذ دي بورتيبو الأسبانية صحيفة ركزت على لقاء جلاتة سرايو برشلونا في الدور الأوروبي وكتبت الضغط التركي زي ما أقول لحضراتكم الضغط التركي يمكن هو العامل الأهم في مباراة جلاتة سرايو وطبعا برشلونا كمان الجريدة تحدثت عن تأهل فيا ريال لربع النهائي دور الأبطال بعد الفوز الكبير على اليوفينتوس 3-0 وكتبت الغواصات الصفراء تغرق يوفينتوس كمان الصحيفة تمت بلقاءة فرانكفورت وريال بتيس ووستهام ويونيتد مع إشبيليا وكتبت تحدي أوروبي مزدوج لإشبيليا اهتمت الصحيفة كمان بريال مدريد قبل الكلاسيكو وكتبت كريم بنزمة سيكون مشكوكا في مشاركته في الكلاسيكو وحتى الساعات الأخيرة طبعا كل الأنظار فيه طبعا في الدوري طبعا أو في أسبانيا أو في العالم على كلاسيكو الأرض ما بين ريال مدريد وبرشلون طيب نروح لفرنسا ومجلة أو جريدة الكيب الفرنسية ركزت على إقصاء للأمام تشيلسي حامل اللقب من دور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 وكتبت البلوز الأبطال كمان تحدثت عن فيا ريال وتأهلها لربع نهائي بعد الفوز الكبير 3-0 على اليوفينتوس وكتبت يوفينتوس تغرق بشكل حاد طبعا غرق اليوفينتوس بشكل حاد ده كان عنوان الصحيفة كمان الصحيفة اهتمت باللقاء لون بيكليون وبرتو في إياب دور 16 للدوري الأوروبي وكتبت أولومبت ليون بواجهين نتير نروح لإيطاليا وجريدة توتو سبورت الإيطالية ركزت أكيد على إقصاء يوفينتوس من دور 16 لدوري أبطال أوروبا أمام فيا ريال وكتبت صفر يوفينتوس زيرو يوفي صفر للنادي طبعا لنادي اليوفينتوس اللي زي ما بقول حضراته كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لخروج اليوفينتوس هذا النادي العريق على أرضه وسط جمهوره لكن بنتيجة 3-0 والنتيجة كانت في زيادة يعني اللي متابع المباراة كان ممكن جدا جدا المباراة تخلص 4-5-0 صالح فيا ريال ويعني الجرائد والصحف الإيطالية كتبت فديحة فديحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لفريق عريق اليوفينتوس وخروجه من الشامل حتى على مستوى السيري آه اليوفينتوس بيمر بمشاكل كبيرة جدا لجري طبعا المدير الفني القادير يمكن كان حزين جدا بعد المباراة وكان فيه خضة كان فيه صدمة قبل نهاية المباراة بأربع دقيق خلاص تبص في الملعب فدي يعني كل جماهير اليوفينتوس غدرت الملعب وغضبا وكان فيه غضب كبير جدا جدا على اللاعبين وعلى الإدارة لأن اليوفينتوس أكبر من أن يحصل فيه هذا الموقف اليوفينتوس بيمر بأزمة كبيرة جدا كمان القرى الإيطالية بتمر بأزمة كبيرة جدا تتخيل أن ما فيش ولا فريق من الدوري الإيطالي متواجد في الشامبينش ليج وغير كمان متواجد في روبا ليج يعني بعد خروج نابولي من بارشلونة خلاص القرى الإيطالية فيه مشكلة كبيرة جدا جدا كل ده هنتبعه مع حضراتك وكمان هنتكلمه علي القرة الإيطالية بشكل خاص لكن كل دوت يعني من خلال فقراتنا وكمان الفقرة الأخيرة مع نجم التحليل للكرة العالمية محمد الباز وعندنا فقرة مميزة جدا المان سيتي هنشوف ايه الفرق ما بين ليبر بول والمان سيتي ليه المان سيتي وخاصة مع جارديولا بيشتغل بشكل خاص جدا وهناخد يعني من خلال الصور ومن خلال الأرقام والتحليلات ازاي جارديولا بيعمل هذا هذا الشكل الرائع لقرط القدم وازاي بيشتغل مع لعبته وازاي بيضغط بشكل كبير وازاي بيحرز اهداف وازاي بيبني من تحت فكل ده من خلال طبعا ان شاء الله فقراتنا هنا